اشتركوا في القناة او كوفيد 19 قد نتكلموا على درس نهاية الحرب العالمية الاولى وازمة 1929 اي نهاية الحرب العالمية الاولى اي النتائج الحرب العالمية الاولى كانت هناك عدة نتائج سياسية واقتصادية ومالية وازمة 1929 وما حصل في اوروبا خلالها هذه الامر كلها تأدي الى سوف تكون سبب غير مباشر الحرب العالمية التانية التي سوف تأتي فيما بعد دوزوا للمكتب ونتكلموا على هذا المسائل السلام عليكم عزائي التلاميذ اليوم مع درس جديد في مادة التاريخ للسنة الاولى باكالوريا الدرس هو اوروبا من نهاية الحرب العالمية الاولى الى ازمة 1929 سنتكلموا به على فقرتين الفقرة الاولى هي نتائج الحرب العالمية الاولى والفقرة التانية هي تطورات الاوضاع الداخلية لاوروبا من الحرب الى غاية ازمة 1929 ارجع الفقرة الاولى نتائج الحرب العالمية الاولى تنقسموا الى قسمين خسائر البشرية والاقتصادية والنتائج السياسية الخسائر البشرية والاقتصادية كانت ملايين القتلى والجرحى والمعطوبين والمفقودين ارتفاع مديون الدول المشاركة في الحرب وخضوعات التبعية المالية للولايات المتحدة الامريكية تدمير البنيات التحتية والمراكز الانتاجية وتراجع الانتاجين الفلاحي والصناعي وركض المبادرة التجارية النتائج السياسية توقيع معادة الصلح معادة فيرساة مع المانيا في 28 يونيو 1919 اصفرت عن نتائج مالية وترابية وعسكرية فرضت على المانيا تعويضات مالية واقتطاعات ترابية وحددت تسليحها معادة سان جيرمان مع النمسا في 10 شتنبر 1919 فصلت النمسا عن هنغاريا معادة نوي مع البلغاريا في 27 نوانبر 1919 اختطعت بمجبهة اراضي البلغاريا لصالح الدول المجاورة معادة تراينون مع هنغاريا في 4 يونيو 1920 اختطعت أجزاء كبيرة من أراضي هنغاريا اقتصارها على 32 فقط من ترابها معادة السفير مع تركيا في 11 غشة 1920 فقدانها لأراضيها العربية واقتصارها في أوروبا على القصة التنينية والإسطنبول مع تحديد مضايقها وتحديد تسليحها تغيير الخارطة السياسية لأوروبا ظهور دول جديدة مثل تشيكو سلوفاكيا يوغزلافيا بولونيا وزيادة مساحة الدول مثل فرنسا وتقلص مساحة الدول أخرى مثل ألمانيا واختفاء الإمبراطورية التقليدية الألمانية النمساوية المجرية العثمانية الروسية توطل علاقات بين الدول الأوروبية والتوقيع مهادة لوكارنو 1925 في سويسرا لتهديئة الأوضاع بين هذه الدول والحفاظ على السلم الأوروبي إعلان مبادئ الأربع عشر للرئيس الأمريكي والسون والداعية إلى إقامة هيئة عامة للأمم تهدف إلى توفير ضمانات متساوية في الاستغلال السياسي والقومي بين الدول وتسعى إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين هذه هي نتائج الحرب العالمية الأولى ثانيا تطورات الأوضاع الداخلية لأوروبا من الحرب إلى غاية الأزمة 1929 أفوا هنا الأوضاع الداخلية لأوروبا في روسيا قيام التطورة البلشفية سنة 1917 بزامة لينين والإطاحة بالحكومة البرجوازية المؤقتة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتثبيت النظام الشراك الجديد وانسحاب من الحرب العالمية الأولى قيام حرب أهلية وصورة مضادة بقيادة أنصار النظام القيصري بدعم من الخارج في فرنسا هناك نتكلم عن الأوضاع الداخلية لأوروبا تكلمنا على روسيا الآن نتكلمنا على فرنسا ارتفاع الأسعار وظهور التدخم وتزايد الاترابات العمالية إعلان المصالح الوطنية أو إعلان المصالح الوطنية بعد فوز الكتلة الوطنية في انتخابة 1921 ونهج سياسة تشدد إزاء ألمانيا وقمع المظاهرات العمالية وإعتقال زعمائية نتكلمنا الآن على إيطاليا حدوث تدخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية تأسيس الحزب الفاشي على يد موسيليني سنة 1919 واستيلائه على السلطة سنة 1922 في ألمانيا ترد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عزل الحكومة في مار التي فرضها الحلفاء في 1919 عن المعالجة للأوضاع ظهور طيارات متطرفة حاول تستيلع على السلطة تزايد أهمية الحزب النازي بزعامة هتلر الذي وصل إلى السلطة سنة 1933 هنا تكلمنا على الأوضاع الداخلية لأوروبا في روسيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا هنا سنتكلمنا على الأزمة 1929 اندلاع الأزمة الاقتصادية في بورصة بلوية المتحدة الأمريكية في أكتوبر سنة 1929 نتيجة هي قيم الأسهم بالبورصة مما انعكس على كل قطعات اقتصادية التي أصابها الركود والإفلاس الأمر الذي انعكس على الأوضاع الاجتماعية أصبحت البطالة وضعف القدرة الشرائية انتقال أطار الأزمة إلى أوروبا انتراقا من 1930 فشل مؤتمر السلام خلال العشرين نيات وعود التوتر من جديد للعلاقات الخارجية للدول الأوروبية بسبب السراعات حول الأسواق تزايد المد ديكتاتوري في أوروبا ألمانيا وإيطاليا على المستوى السياسي انكماش اقتصادي وحدود تدخم كبير وارتفاع في الأسعار وبالتالي ظهور الاقتصاد الموجه التدخل الكبير للدولة في الاقتصاد هذه الأمور كلها أصفرت نتائج الحرب العالمية الأولى وتطور أوضع الداخلي في أوروبا بعد 1919 ومخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية عن أطار اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة ساهمت بالشكل غير مباشر في توتر العلاقة الدولية وبالتالي في اندلاع تاني حرب عالمية تانية سنة 1939 سؤلت لاتي